لما نقضت قريش ومن معها العهد الذين الذي بينهم وبين المسلمين في الحديبية عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسير إليهم أمر الناس بالجهاز وأعلمهم أنه سائر لمكة وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها وزيادة في الإخفاء والتعمية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قوامها ثمانية رجال تحت قيادة أبي قتادة بن ربعين إلى بطن إضم فيما بين ذي خشب وذي المروة على ثلاثة برد من المدينة في أول هذا الشهر الكريم ليظن الظان أنه صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى تلك الناحية ولتذهب بذلك الأخبار وواصلت هذه السرية سيرها حتى إذا وصلت حيثما أمرت بلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة فسارت إليه حتى لحقته